الذكاء الاصطناعي لا ينام زي دايما ما بقول لكم كل يوم فيه جديد وتطورات جديدة المرة دي هنتكلم عن نموذج جديد وهو نموذج صيني من شركة علي بابا كلاود هذا النموذج هو Q2.5 Omni 7B كنا تكلمنا عن Q2.5 Max من قبل وشرحنا مميزاته ولكن ده أول نموذج أمني وهنا أمني معناها شامل وهنا هذا النموذج بيتعامل مع أنواع متعددة من البيانات زي النصوص والصور والصوت والفيديو بيرد عليها بشكل طبيعي وفي الوقت الحقيقي Real Time والشيء اللي بيميز Q2.5 Omni حاجة اسمها Talker Architecture تقنية اسمها هيكل المتحدث يعني لو ترجمناها باللغة العربية هي تقنية بتقدر نها تفصل بين إنتاج النصوص وتوليد الكلام وده ممكن يقلل من التداخل بين الوصائط المختلفة وبالتالي المخرج حيكون عالي الجودة النموذج ده بيحتوي على 7 Billion Parameters وبالتالي يقدر ينزل على السمارتفون يقدر ينزل على اللابتوب وكمان تشتغل عليه بكفاءة عالية برغم أنه هو 7 Parameters تخيله بقى الإمكانيات اللي ممكن يقدمها يعني أنت ترفع فيديو وتقوله إيه اللي بيتم في الفيديو يشرح لك الفيديو كمان يديك voice بالكلام اللي هو أعطاه لك أو الوصف اللي هو أعطاه لك في الاختبارات اللي خاصة بأمني بنشمارك حقق كوين أمني قدرته على فهم وتحليل البيانات النصية والبصرية والصوتية وحصل على نتيجة 56 واحد من عشرة ولكن خليني أقولك أن إحنا دايما الفيصل معانا هي التجربة لأن التجربة هي خير دليل وعشان كده مش حابة النهاردة أعود أديك شارتس وقولك ده أفضل من ده وده أفضل من ده لكن حابة أن إحنا نجرب الموضوع بشكل عملي لأن أنا شايفة أن ده الأفضل والجميل أنه هو مفتوح المصدر open source موجودة على hugging face وعلى جت hub تقدر أنت تنزله زي ما قلت لك من شوية وكمان على أي جهاز حتى لو كان جهاز الموبايل بتاعك يلا بينا نجرب 20.5 امني اللو سبيس نقدر نحنا نجربه ونشتغل من خلالها offline وonline يلا بينا ما ترحوش في أي حتى هنرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية على hugging face عشان نجرب مع بعض queen 2.5 امني ديمو زي ما قلت لكم حطت لكم الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وهنا أنت عندك online وعندك offline بالنسبة لي online أنت بتبتدي أن أنت تعمل record تسجل يعني صوت وتبتدي أنت تشات معي أو أنا أفضل لنستخدم offline معكم هنا في إمكانية أن نرفع audio ممكن أرفع image ممكن أرفع video ونشات مع العناصر دي ونجرب مع بعض النتيجة أول حاجة هنا أنا حبتدي أرفع audio هنا حرفع ملف صوت وده ملف صوت بيكلم عن 20.5 أمني أنا حولت صوت باستخدام 11 labs وهنا أنا ممكن أشات معي فأقول له convert the audio to text حول audio لtext ودوس submit هنا على طول استخرج لي التكست من audio زي ما إحنا شايفين بسرعة عالية جدا ده فعلا الكلام الموجود جوة audio حسن معكم audio دلوقتي عشان تقدروا أن أنتم تقرنوا ما بين الاثنين فيه كمان voice أيضا يعطاني voice يعني صوت وكمان text تعالا نشوف برضو حاجة تانية نحن نرفع image ونشوف تعمله مع image هبتدي أرفع صورة زي دي وقل له describe the image in details وصف لي الصورة بالتفصيل هبتدي هبتدي مصف ونحن ونحن يطل على أوشان ومنحدر موجود فوق منحدر the sky has some clouds في بعض clouds الموجودة الصحب في السماء وبتدي وصف رائع للصورة تعالي نجرب صورة أخرى فيها details مختلفة وخلينا نستخدم صورة فيها text ونشوف تعمله معي هيكون عامل ازاي صورة زي دي مثلا انا ممكن اقول له describe the image in details هشوف كده هل ممكن يوصف لي بالعربي ولا لأ in Arabic هو مش هيتعامل فقط غير بالكتابة مع العربي لكن لما تيجي ترفع لأوديو بالعربي أو تيجي ترفع لفيديو بالعربي ومش هيفهم لكن هو يقدر يديك وصف نص للصورة هنا مثلا بيقول لك ان هذه الصورة تظهر مؤشر الذكاء الاصطناعي لبعض النماذج غير المنطقية في الاعلى يوجد عنوان للمؤشر باللغة الانجليزية تحت العنوان هناك نص يوضح ان المؤشر يتضمن وصف للصورة زي ما احنا شايفين تعال نجرب ان احنا نرفع فيديو هرفع فيديو صغيرة عشان ما ياخدش وقت فيديو زي ده وحطلب منه انه هو يديني وصف لي الفيديو describe the video in details هعمل submit هستنعلي شوية لحد ما يديني الوصف هنا بيقول لي ان الفيديو ده بيديني روبوت ومان ماشيين مع بعض وفي futuristic city الروبوت دوت يعني طالع منه كده زي light buttons الونها blue on its head and body المان dressed in a suit لابس بدلة بيقول لي الاثنين بيبصوا كده بهدوء وثقة لبعضهم البعض وابتدى يديني بقية الوصف الموجود في الفيديو كمان اعطاني زي ما قلتلكم audio للتكست اللي هو عطاه لي عشان كمان انا اسمع وقرأ الاثنين تقدر ان انت تعمل clear history من هنا علشان تعمل clear لكل الحاجات اللي انت اشتغلت عليها هنا ممكن اشات معي عادي جدا ممكن نجرب حاجة فيها شات زي ما قلتلكم التعامل مع الكود مش مناسب لي التعامل مع الكود من خلال هذه هنا السؤال بتاع العلامات التجارية هشوفو ازاي هيتعامل مع النص هنا برضو في اجابته بيقول لي هذا الاسم يعكس فكرة الاستدامة والحفاظ على البيئة يعني برضو هو مش جيد في هذه الجزية واعتقد ان هو جيد فقط في التعامل مع audio انت هترفعه وباللغة الانجليزية طبعا وimage فيها text والتكست يكون موجود باللغة الانجليزية ويقدر ان هو يستخرج لك التكست من الصورة وايضا الفيديو وهنا بقى الميزة الحلوة او التعامل مع الفيديو انت تسأله اي حاجة جوه الفيديو يقدر ان هو يدهلك طبعا نجرب برضو حاجة تانية كده نرفع فيديو اخر هنا المراضي فيديو وفي text موجود هنا في روبوت رافع التكست هنا هقوله او رافع بانر في text هقوله extract the text on the banner in the video هشوفه كده هو هيفهم ولا لا الفيديو من ناحية التكست كمان اللي موجود جوه الفيديو ده التكست اللي موجود على البانر وده فيديو زي من توم شايفين يعني كمان بيقدر انه يطلع لك التكست ممكن اقوله what is the color background in the video and describe it عايزة يوصف لي ال background ويقول كمان على اللون بيقول لي ال background in the video has a blue and white color ودي حقيقة هنا بيقول ان background عبارة عن corridor مستوحة من future ممكن اسأله give me a text prompt to generate this video اديني كده التكست prompt لو انا عايز اعمل فيديو زي ده اعمله ازاي اشوف كده يدهولي واخد بالك اي تكست بيكتبه لك بيديك الفويس تقدر كمان تسمع ممكن تجرب التكست prompt ده وزي بتدي ان انت تاخد التكست المشهد او الفيديو ده فكويس جدا في ان انت لو عايز ترفع صورة عايز ترفع فيديو وعايز تحول التكست prompt او اي بقى فيديو اي صورة عجبتك وعايز تحصل على صورة او فيديو زي ها تقدر ان ان تحصل على التكست prompt باستخدام هذا الموضل او هذا النموذج زي ما انتو شايفين هو مفيد جدا في الجزئية المتعلقة بالصوت والصورة والفيديو اكتر من ان انا اتعامل مع نص او كود هو مش مناسب للجزء ده او ولكن زي ما قلتلكم حاول انتو تستفيدوا منه قدر الامكان موجو زي ما الاول وتشوفوا الكاببالتز بتاعته من خلال الاسبيس اشوفكم فيديو قادم بازن الله على قناة انفو تكفريو زي بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل بكل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكمنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته